الله والسلام طيب أنا أقول إذا كان هذا رؤية يقول يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك كيف بمن يصور سناب شات ويصور الأكلات والطلعات والسفريات والأولاد والبنات كل العالم وكل الناس يشوفون أقسم بالله شوف عليها يمين إن شاء أسأل الله ألا أكون حانث وأتكلم من واقع تجربة فرقية الشرعية أن أغلب العين والحسد يقع من هذه الأمور من التصوير تصوير النعم أنا أقول مو تصوير النعم استعراض بالنعم خاصة في مسألة الأولاد والبنات والحريم الآن أكنا صوروا سافرنا أصبحت الماراة تصور والبنت تصور وبعد فترة وإذا بالطلاق قد حصل بينهم بسبب الحسد والعين وحصل بينهم تنقلب تلك النعم إلى نقم نسأل الله العافية والسلام يا أخوان حفظ النعم ليس بهذا وبعض الحريم تقول أنا أقول من يصور هذه النعم أسأل الله أن يشفيه أنا أقول أنه مريض حتى أنا أقول لأولادي هذا مرض ليش نقول للناس بالنعم اللي أعطانا الله جل وعلاه نحمد الله جل وعلاه ونشكره ليش نستعرض بالنعم يا أخو ربما هذا التصوير يذهب لأناس ما عندهم طعام تلك الليلة وما عندها ما عندك في البيت لا بعض النساء ربما تقول لأبغى جماعتي وأهلي وأقارب يشوفوا الحب زوجي لي لا مو شرط بعد فترة وإذا به طلقك بالثلاث عندي من القصص في هذه في مجال الرقية كثير جدا إذن يا أخوان لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الله